بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واجمعين وموالاهم اتبعهم بإحسان يمدين اللهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمي اليوم سوف يكون الاختبار بمادة التربية الإسلامية لشهر آذار لصف الرابع الابتدائي طبعا نزلنا بمنشور أن مادة الامتحان من أين لأين أرجو قبل ما تشاهدون الأسئلة أن تدرسون وتحفظون كل شي مليح وتحفظون الآيات ومثل ما ما تعودين شوانا نحفظكم بالصف وأرجو الاعتماد عن أنفسكم بعد أن تشاهدوا هذا الفيديو مع ملاحظاتي وقراءتي لهذه الأسئلة وأتمنى من أولياء الأمور أن يساعدوا أبنائهم بالتحديد وقت معين لإجراء الأسئلة وهي يعني مدة يعني ثلاث أربع خمسة أربعين دقيقة أو لحد الأدنى يعني ساعة كاملة نبدأ بالسؤال الأول قبل ذلك دائما نقول دعاء الامتحان اللي هو اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر عندنا الحديث الشريف الدعاء هو اللي هو اللهم لا سهل إلا ما جعلت أو سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا بسم الله الرحمن الرحيم سوف نبدأ بالسؤال الأول أكتب محفظته من سورة الزلزلة طبعا آيات الحفظ كلها كلها هي للحفظ قال الله تعالى إذا ززيت إلى قولي تعالى شرا نيرا السؤال الثاني فرع ألف بن فرعين السؤال الثاني فرع ألف هات معاني الكلمات التالية لإثنين هات ثلاث كلمات معاني هاغد إثنين فقط ززيت أشتاة مثقال ذرة با بين معنى قول الله تعالى في الآية الكريمة وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها بس أغيد معنى هذه الكلمات من الآية القرآنية نجعل سؤال الثالث اكتب الحديث الشريف في أولا من صلى على النبي فإنه يصلي عليه زين أغدار الحديث ثانيا وصف وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يصلي عليه فماذا قال عنه وصف وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يصلي عليه فماذا قال عنه بما وصف وصفه وهذه القبلة من صلى علي وكمل الحديث طبعا السؤال الرابع من الفراغات التالبة بما يناسبها الإجابة عن ثلاث نقاط هنا ماكو ترك بالسؤال الثلاث هناكو ترك جبا عن ثلاث نقاط عندك أربع نقاط جواب على ثلاثة أولا دار الإنسان المؤمن يوم القيامة ما هي داره الإنسان يوم القيامة المؤمن ودار الإنسان الكافر يوم القيامة ما هي زين فراغ ثانيا عاش نوح عليه السلام في مدينة فراغ في في مدينة فراغ في أي دولة ثالثا حمل نوح عليه السلام في السفينة أش حمل في السفينة ومن كل نوع من إيش فراغ زوجين رابع من آداب اللعب أن تكمل واجباتك والمدرسية فراغ اللعب هوني نضع من آداب اللعب أن نكمل واجباتنا المدرسية نضع قبل أم بعد اللعب هنا هذا الجواب والدرجات طبعا مكتوب عليها أرجو عند التصحيح يعني عند كتابة الأسسلة وحليها أرجو منكم مهم على أوراق وهذه الأوراق إن شاء الله أشاهدها عندما يحين الدوام لازم نتأكد منها وأنه أنتم أديت المتحام بصورة سليمة وفقكم الله تعالى ما يحبه أيضا ترجمة نانسي قنقر